موسيقى اهلا ومرحبا بكم مشاهد الكرام في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة سيارة فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى مملكة البحرين ولقاء اخيه صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ايده الله زيارة تحمل في طياتها علاقة التكامل بين البلدين الشقيقين المرتفزة على ارث ثري ومواقف مشتركة جمعت البلدين بكل اخلاص برجع كل ما استهدف امن المنطقة ومصالح شعوبها ومستقبل دولها فالعلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة علاقات تاريخية واستراتيجية تقوم على الثقة والتفاهم والمصير المشترك وتبقى محفورة في سجل وذاكرة البلدين مشاهد الكرام نناقش في هذه الحلقة ابرز ما يميز العلاقات بين البلدين ومجالات التعاون بينهما فكونوا معنا تحظى العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بدعم من قيادتي البلدين الشقيقين من اجل الارتقاء بها الى افاق ارحب من التعاون والتنسيق المشترك وكانت لقاءات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه واخيه فخامة الرئيس المصري دائما ما تؤكد ان البلدين والشعبين الشقيقين محل اعتزاز من العاهل المعظم نتابع سلام ترحيب واحتفاء من مملكة البحرين بضيف البلاد الكريم وتقدير لجمهورية مصر العربية الشقيقة من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة اهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه فهو مرحب دائما بفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبشعب الجمهورية الشقيقة على ارض مملكة البحرين اتسمت لقاءات عاهل البلاد المعظم مع اخيه فخامة الرئيس المصري التي عقدت في البلدين الشقيقين بالروح الاخوية والاحترام والتقدير المتبادل ودائما ما كانت اللقاءات الاخوية بين قائدي كلا البلدين تستعرض في مقدمتها اواصل العلاقات الثنائية الوثيقة وسبل تعزيزها على كافة الصعود والارتقاء بها الى افاق ارحب من التعاون والتنسيق المشترك كما ان للبلدين الشقيقين ادوار مشرفة في دعم العمل العربي المشترك ومواقف ثابتة تجاه قضايا المنطقة والامتين العربية والاسلامية الامر الذي يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويلبي تطلعاتهما ان شعب مملكة البحرين يرهل من قيادة ملك البلاد المعظم هذه القيم الاخوية اذ يؤكد حفظه الله ورعاه اعتزاز مملكة البحرين قيادة وشعبا بإلاقاتها التاريخية الراسخة مع الجمهورية الشقيقة الامر الذي رفد هذه العلاقة بمزيد من التقارب وهو الانغ الذي اثنى عليه فخامة الرئيس المصري لما لصاحب الجلالة الملك المعظم من ادوار رائدة في تطوير وتنمية علاقات مملكة البحرين مع شقيقتها مصر واصفا اياها بانها نموذج متميز للتعاون بين الاشقاء اهلا بكم مشاهدين مجددا نناقش في حلقتنا هذه تاريخ العلاقات البحرينية المصرية وتطورها المستمر مع ضيوفنا الكرام في الاستوديو نرحب بهم بالطبع سعادة السيد ياسر الشعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين اهلا بك سعادة السفير اهلا وسهلا سيد احمد الطريفي رئيس قطاع الشعون العربية بوزارة الخارجية اهلا بك السيد احمد اهلا وسهلا بالطبع هي مناسبة عزيزة نحتفي من خلال حلقتنا هذه بزيارة فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى مملكة البحرين ولقائه جلالة الملك المعظم بالتأكيد وهي فرصة بلا شك سعادة السفير يعني نستذكر من خلالها بكل اعتزاز تاريخ البلدين وتطور العلاقات بين البلدين والذي يحرص طبعا وتحرص قيادتي كل البلدين على تنميتها بشكل مستمر سعادة السفير يعني ما اهمية هذه الزيارة التي يجريها فخامة الرئيس المصري الى البحرين بداية خالص شكري وتقديري لهذه الاستضافة الكريمة في تلفزيون مملكة البحرين بمناسبة هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا وأطيب تحياتي واحترامي للسيدات والسادة المشاهدين هذه الزيارة بالفعل كما تفضلت وذكرت وكما ذكر في التقرير السابق يعني تعد زيارة ذات اهمية كبيرة في اكثر من اتجاه الاتجاه الاول طبعا هو وتكثيف التشاور والتنسيق في رؤى البلدين ومواقفهم تجاه كل تحديات الاقليمية والدولية وتتويجا لكل مشاورات سياسية التي تمت وجرت على مدار الأسبوعين الماضيين سواء يعني اللقاء الاول يعني ما بين جلالة الملك وسيادة الرئيس ثم اللقاء الثلاثي في شرم الشيخ ثم يتبعوا هذا اللقاء الهمية التانية هي طبعا التأكيد على ان خصوصية العلاقة ما بين مملكة البحرين وبين جمهورية مصر رضية أو ما بين مصر والبحرين هي علاقة بالفعل تعد يعني يعني دائب الناس انهم يذكرون انها علاقة خاصة علاقة شديدة التميز أنا أعتقد انها علاقة يعني فريد يعني فريد هذه الخصوصية في العلاقة من اين يعني تستمدها البلدين يعني؟ استمدتها أولا من نقطة مهمة جدا ان البلدين الشقيقين والحمد لله نعم على مدار التاريخ يعني احنا بركالم على الأقل في المئة سنة الأخيرة نعم لم تشهد العلاقات أي شائبة على الإطلاق النقطة الثانية ان صلاة البلدين بدأت بالنواحي الخدمية يعني بدأت بنواحي مسيرة التعليم مسيرة التعليم بالفعل بدأت بالتعاون الثقافي والأدبي نعم فده أوجد تقارب كبير ما بين الشعوب وطبعا نمت مع المحبة شيئا فشيئا نعم يعني رغم البعد الجغرافي لأن مصر دائما يعني في قلوب البحرينين ونعتبرها بالتأكيد هي البلد الثاني استاذ أحمد البحرين دائما تحرص على يعني تعزيز علاقاتها بالدول العربية وما تحدثنا عن جمهورية مصر العربية بلا شك يعني هي علاقة تاريخية وممتدة ويعني متجذرة كذلك ويعني من قيم مملكة البحرين وثوابتها هو يعني إقامة علاقة يعني مستمرة ومميزة دائما مع جمهورية مصر العربية إلى أي مدته لمملكة البحرين اهتماما خاصا بتقوية علاقاتها طبعا مع جمهورية مصر العربية وما الدلالات أيضا التي تحملها الزيارات المتبادلة بين البلدين نعم شكرا أستاذ العزيز في البداية طبعا أيضا يسعدني وشرفني أن أكون في هذا اللقاء ونحتفي بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا وهي زيارة فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة سيد عبد الفتاح السيسي إلى مملكة البحرين العلاقة الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية هي علاقة ممكن أن نصفها بالعلاقة النموذجية فهي فعلا علاقة تستحق الوقوف والتأمل عندها إذا ما جاءنا إلى نموذج يحتذى في العلاقات الدولية وتحديدا في العلاقات العربية العربية نحن بدأنا العلاقات الدبلوماسية مع الشقيقة جمهورية مصر العربية في 5 يونيو 1972 ولكن العلاقة بين البلدين هي تسبق ذلك بكثير وهي أعمق وأشمل ومتجدرة في جذور التاريخ مثل ما تفضلت أستاذ في مقدمة البرنامج بأن هناك ذاكرة لدى الشعبين ولدى قيادات البلدين أيضا تحفل بالمواقف التاريخية بين البلدين مملكة البحرين تقدر دائما مواقف جمهورية مصر العربية المساندة لها ولأمنها في الكثير من المفاصل التاريخية التي مرت بها مملكة البحرين كما تفضل سعد سفير ياسر شعبان أيضا أن إسهامات مصر في مسيرة التنمية الشاملة في البحرين لا بد أن تذكر يعني من هذا المنطلق أحب أن أشيد بإسهامات الجالية المصرية المقيمة على أرض الوطن في كافة مناحي الحياة إن كنا نتحدث عن مجال التعليم عن مجال الصحة عن مجال القضاء عن الاستشارات في المؤسسات التشريعية أو غيرها من أجهزة الدولة فهي إسهامات شكلت فعلا على مفارقة في مسيرة التنمية الشاملة فنوجه تحية في هذا البرنامج إلى جميع المقيمين على أرض البحرين من الجالية المصرية ونشيد مرة أخرى بجهودهم في مسيرة التنمية بالتأكيد أستاذ أحمد ذكرت موضوع وجود الجالية المصرية في مملكة البحرين وهذا يعني يقودنا إلى كثير من المواقف التاريخية التي جمعت البحرين ومصر يعني لو نتحدث بلمحة تاريخية سريعة عن تاريخ العلاقات بين البلدين والتي أيضا أشار لها سعادة السفير البداية كانت بداية من خلال بداية المسيرة التعليمية والتعليم النظامي في مملكة البحرين عام 1919 ولو نتحدث أكثر عن هذه المواقف وهذه القصص التاريخية التي تتجمعنا بجمهورية مصر العربية يعني عندما نتحدث عن العديد من مناحي الحياة مثل ما أسلفت الذكر حول مسيرة التنمية الشاملة في البحرين لا تكاد تجد منحة من مناحي الحياة أو في عملية التنمية الشاملة في البحرين إلا ونجد هناك بصمة مصرية فيها كما ذكرت في التعليم في الصحة في القضاء في العديد من مجالات الحياة المختلفة إسهامات الجالية المصرية واضحة وبارزة وكما أسلفت هي على مفارقة حقيقة في مسيرة التنمية لو سنعدد الشواهد التاريخية في ذلك ربما نحتاج إلى حديث يطول في هذا المجال ولكن عودة إلى سؤالك أيضا بالنسبة إلى الدلالات لهذه الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين أعتقد هذا أيضا استكمال لجميع الشواهد التاريخية ولجميع المراحل التي مرت بها العلاقة بين البلدين عنصران مهمين يجب أن نلتفت لهما في أهمية الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين أولا أنصر الاستمرارية لم تنقطع هذه اللقاءات بين قيادات البلدين مهما كانت الظروف والعنصر الثاني هي مخرجات تلك الزيارات نحن في كل زيارة نشهدها بين قيادة البلدين نشهد دفع قوية في مجالات التعاون على مختلف المستويات ومن هنا أيضا أنتهز الفرصة أني أيضا أشدد على أهمية المزيد من التنسيق والتعاون بين جميع وزارات والهيئات الحكومية في البلدين الشقيقين وكذلك أيضا القطاع الخاص من البلدين الشقيقين للدفع أكثر بالتعاون بين البلدين ونقل العلاقة أيضا لأفاق أرحب نعم في التنسيق بتأكيد تفضلوا بالبقاء معي ضيفي العزاء يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيد هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية أهلا بك سعادة السفير شكرا لك بالطبع على هذه المداخلة معنا في هذه الحلقة التي نحتفي من خلالها بزيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مملكة البحرين سعادة السفير ما الأهمية التي تكتسبها زيارة فخامة الرئيس المصري إلى البحرين في البداية طبعا شكرا لكم لتاحة للفرصة المشاركة في هذا البرنامج وهذه المناسبة وفي البداية أحب أن أمسي عليكم بالخير وعلى ضيوفك في الستيديو وللمشاهدين الكرام في الواقع بهذه المناسبة في البداية أحب أن نعبر عن بالغ سعادتنا بالزيارة التي يقوم بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى بلد المملكة البحرين ولقاء بأخي سيدي حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعا إنها بالفعل زيارة تاريخية أسمحوا لي أن أسهب بمشاعرنا تجاه هذه الزيارة لأنها تأتي في إطار ما يجمع قيادتي وشعدي البلدين الشقيقين من روابط مشتركة وإذا استذكرنا تاريخ العلاقات بين البلدين وربما ضيوفك الكرام تطرقوا لبعضها سنجدها علاقات خوية تاريخية متميزة علاقات تاريخية تنتد من وصول أول بعثة تعليمية مصرية إلى البحرين في عام 1919 ربما نكرر مثل هذا المثال لأنه يبين مدى عمق هذه العلاقات وتاريخها التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وهي أيضا علاقات تاريخية عكدت رغبة البلدين في أن يكون التعاون والتنسيق بينهما تعاون متنامي تعاون وثيق تعاون هو يعتبر انموذج احتغى به في التلاحم بين الأشقاء هذه الزيارة التي يقوم بها فخامة الرئيس حقيقة تأتي امتدادا للعلاقات التاريخية وتؤكد وتتابع ولتأكد ولتتابع كل ما تحقق من تعاون وتنسيق مشترك هناك تعاون هناك تنسيق اجتماع القادل اليوم لمتابعة ما تحقق من خطاط وبرامج وتعاون مشترك بين البلدين وأيضا تأتي هذه الزيارة لترسم المستقبل المزدهر الذي يطمح اليه القادة والذي سيجمع البلدين في المستقبل فأهلا وسهلا بضيف البحرين الكبير أهلا بالقائد العربي العظيم الذي لفت انظار العالم بما انجزه خلال سبع سنوات مضت من تطور ولماء لبلد عربي محوري له تقله السياسي والجغرافي والاقتصادي قائد استطاع ان يتجاوز العديد من المحن ليحولها الى منح قائد له المواقف المشرفة اتجاه مملكة البحرين على وجه الخصوص وأمن منطقة الخليج العربي هو دوره الرياضي الكبير في خدمة الهمة العربية والاسلامية ونصرة قضاياها العادلة وله أيضا دور في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك بالمقابل كانت مملكة البحرين من أوائل الدول التي أيدت ثورة ثلاثين يوم ويحرص سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على مشاركة مصر في جميع مناسباتها المهمة فقد حضر حفل تنصيب فقامت الرئيس عبد الفتاح السيسي وشارك في حفل افتتاع قناة السويس والعديد من الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية والعربية التي ترأستها مصر بالإضافة إلى العديد من الزيارات التي يقوم بها سيدي صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لجمهورية مصر العربية والتي كان آخرها في 18 يونيو من هذا الشهر ولقائم أخي فقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المتجدد للتشاور وتبادل وجهات النظر لتوحيد الرؤى والمواقص لذلك اليوم البحرين قيادة وشعبا تسعد بهذه الزيارة الكريمة وتتمنى لضيف البحرين الكبير طيب الإقامة في بلده وبين أهله نعم ونحن بدورنا بالتأكيد سعادة السفير نحييكم ونشكر جهودكم بالتأكيد في سفارة مملكة البحرين في القاهرة على الحرص الدائم على تقوية هذه العلاقة وتقوية روابطها وتماسكها شكرا لك سعادة السيد هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربي والمندوب الدائم للمملكة لدى جامعات الدول العربية شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة 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 تحيا لنا عزيزة في الأمام نباتها ما أينع مفضضا مذهبا ونيلها ما أبدع يختال ما بين الربا يختال ما بين الربا مشاهدين الكرام نجحت سياسة مصر الخارجية في ترسيخ ثقافة الانفتاح على دول العالم لتعزيز أوجه التعاون الاستراتيجي وخلق أرضية صلبة من الشراكة الفاعلة بين البلدان الشقيقة والصديقة نتابع رؤية دبلوماسية متزنة استطاعت من خلالها جمهورية مصر العربية الشقيقة بقيادة رئيسها عبد الفتاح السيسي من تحقيق نجاح ملموس على صعيد سياستها الخارجية في مختلف دوائرها العربية والإسلامية والإفريقية والدولية وانعكس إجابا لصالح شعبها والمنطقة والعالم الأمر الذي حقق العديد من أهداف ومصالح مصر الاستراتيجية ونتج عنه دعم واسع من قبل المجتمع الدولي لجهود القاهرة في ترسيخ الاستقرار والتنمية والتقدم ولأن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي حرصت مصر على دعم أمن واستقرار الخليج العربي وتعزيز التعاون الاستراتيجي البناء بين الدول الخليجية وزيادة روابط خصوصية وتميز العلاقات المصرية الخليجية أما البعد العربي في سياسة مصر الخارجية ارتكزت محاورها في ضرورة الحفاظ على وحدة وتمسك الدول العربية باعتبار أن الأمن القومي العربي يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي المصري وفي القارة الأفريقية التي ترتبط دولها ارتباطا مباشرا بالأمن القومي المصري فقد شهدت تناميا مشهودا في العلاقات المصرية الأفريقية واهتماما كبيرا بدعم جهود الاندماج الاقتصادي بين دول القارة هذا وشهدت العلاقات المصرية الأوروبية دفعة قوية وحرص على تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات والقطاعات كما نجحت مصر في الوقت ذاته من تحقيق تقارب سياسي وفتح أفاق التعاون الاقتصادي مع دول أمريكا اللاتينية ونظرا لهذا الانفتاح والتعاون الذي يجمع مصر بدول العالم جنت أرض الكنانة ثمار سياستها الخارجية بحصولها على مقعد غير دائم في مجلس الأمن وترأس لجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس وترأس القمة العربية والجمع بين عضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي ورئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ هذه المنجزات الدبلوماسية المصرية تؤكد على ما تحمله القاهرة من ثقل ومكانة دولية رفيعة المستوى في رسم خريطة السياسة الإقليمية والعالمية عودة مجددا مشاهدين الكرام لضيفي العزيزين في الستوديو سعادة سفير عندما نتحدث عن العلاقات البحرية المصرية وهي علاقات حقيقة تحمل في طيات العديد من المواقف التي تؤكد قوة وتماسك وترابط هذه العلاقات كيف نعكس ذلك على التنسيق المشترك على التعاون القائم بين البلدين بداية دعني أذكر لحضرتك هو أن أسس السياسة الخارجية للبلدين تكاد تكون متمثلة فمن هنا أتى التنسيق الكامل ما بين البلدين ووحدة تطابق تقريبا المواقف تجاه كافة القضايا الدولية وطبعا في مقدمتها القضايا الإقليمية في منطقتنا العربية أدى هذا التميز في العلاقات ما بين البلدين إلى تشعب تلك العلاقات إلى كافة المجالات يعني فعلا أعني كافة المجالات ما بين البلدين فلدينا علاقات طبعا في المجال الاقتصادي بفرعيه سواء التجاري أو الاستثماري وشاهد بالفعل ميزان التبادل التجاري نموا يعني كبيرا خلال عام 21 وأيضا خلال عام 22 نفس الشيء فيما يتعلق بالعلاقات الاستثمارية ونمو الاستثمارات في البلدين وطرح أيضا مشروعات على أرض مملكة البحرين أمام قطاع الأعمال الخاص في مصر للدخول كمستثمر في السوق البحرين العلاقات الثقافية طبعا كما ذكرنا علاقات قديمة ومتجذرة العلاقات التعاون الأكاديمي والعلمي عمرها طبعا بيعود يمكن زي ما ذكرت سيادتك لعام 1919 وترسخ بشكل أكبر يعني بداية من منتصف الستينات علاقات تعاون العسكري أيضا يعني متميزة وقائمة ومستمرة ونذكر في هذا المنورات المشتركة المسمى باسم جلالة الملك الله يحفظه على أرض مملكة البحرين ومنورات خالد بن الوليد على أرض جمهورية مصر العربي التنسيق على المستوى المتعدد الأطراف سواء في الشؤون السياسية أو الشؤون الملتقيات الثقافية أو الاقتصادي بلا شك سعادة السفير يعني بأن الزيارات المتبادلة وأحيانا تكون لفترات من الفترات مكثفة يعني بين البلدين سواء بين قيادتي البلدين بين مسؤولين البلدين تؤكد فعلا الرؤية الموحدة والحرص على تنسيق المواقف تجاه العديد من القضايا في المنطقة دعنا نستطيع القول بأن العلاقة المصرية البحريني أصبحت بمستوى رفيع جدا بمستوى استراتيجي بالتأكيد يعني العلاقات ما بين البلدين وما بين قيادتين البلدين يعني حافظهم الله تعد بالفعل على مستوى الاستراتيجي كيفما تفضلت وذكرت لأن التنسيق يعني بين القيادتين لم ينقطع كما والتواصل كما تفضل وذكر يعني سعادة السفيرة شامل جودر وسعادة السيد أحمد الطريفي وأنا بأؤكد على هذا التنسيق أيضا ما بين وزارتين خارجية البلدين دورية إنعقاد اللجنة المشتركة اللي بتضم في عضويتها كافة الوزارات ما بين البلدين الشقيقين فأنا بالفعل يعني أنا أتافق مع سيادتك إن يعني المستوى الذي وصلت إليه العلاقات هو يعد يعني المستوى الاستراتيجي المرجو إن شاء الله بتأكيد سعادة السفير سيد أحمد بالحديث عن ما يجمع البلدين بما تفضل به طبعا سعادة السفير يعني كيف ترى استمرار يعني وأهمية توحيد هذه المواقف ووضع رؤية موحدة وهي بالفعل رؤية موحدة بين البلدين تجاه يعني مختلف القضايا في المنطقة نعم يعني لطالع ما كانت جمهورية مصر العربية في طليعة الدول المساندة والدعم للعمل العربي المشترك والتقرير اللي تفضلتم بعرضه قبل قليل واستعرض المنجزات الدبلوماسية إلى جمهورية مصر العربية نحن نراها استكمال أيضا لجهودنا نرا فيه محل اعتزاز وتقدير ونفتخر بتلك المنجزات لا نراها من طرف آخر إنما نراها من دولة تربطنا فيها تلك العلاقة التاريخية المتجدرة التي نؤمن بأن ما تقوم فيها أيضا من منجزات دبلوماسية على مختلف الأصعدة هي استكمال أيضا لجهودنا نعم تعاوننا مع جمهورية مصر العربية في القضايا الإقليمية أو في القضايا الدولية يعني لا حد له من تنسيق ومن تعاون ومن تشاور على كافة المستويات ونؤمن أيضا في هذا السياق أن كل ما يمس أمن جمهورية مصر العربية يمس أمن مملكة البحرين والعكس كذلك بالنسبة إلى الأشقاء في جمهورية مصر العربية واستمعنا لتصريحات عديدة في هذا السياق من الأشقاء في جمهورية مصر العربية بأن كذلك ما يمس أمن مملكة البحرين يمس أمن جمهورية مصر العربية وهذا أيضا ينطلق من رؤية سيدي حضرت صاحب جلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بأن الأمن القومي العربي هو منظومة متكاملة ونحن جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة المتكاملة فنحن مع جمهورية مصر العربية وأيضا أود أن أنوه هنا بأن واحة الأمن والأمان التي نعيش فيها في مملكة البحرين أو التي تشهدها أيضا جمهورية مصر العربية هي تحصيل حاصل لعلاقة متميزة مثل التي تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية المناورات المشتركة التي تفضل سعد سفير ياسر الشعبان بذكر أمثلة عنها هي تشكل أيضا أحد أوجه التعاون التي نعتز ونقدر ونفتخر بما وصلت إليه من تعاون أمني ودفاعي وخصوصا ما يتعلق بمحاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويلة نعم ضيط فيل عزيزين أدعوكم لمتابعة هذا التقرير حول النهضة التنموية التي تشهدها جمهورية مصر العربية حيث تشهد مصر في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نهضة عمرانية ومشاريع تنموية ضخمة تعود بالنفع على الشعب المصري وتخدم أجيال القادمة كذلك نظرة على هذه المشاريع أنقلها لنا مراسلنا من القاهرة نتابع مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من الإنجازات على مختلف الأصعيدة لإعادة مصار الإصلاح الاقتصادي والبناء في كافة المجالات وفي المقدمة الصحة والتعليم والنقل والمواصلات ومشاريعها نهضة في المشاريع التنموية والطرق والجسور بتوجهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعة منه أطلقت معها مشاريع قومية عملاقة في الزراعة واستصلاح الأراضي ومشاريع عدة منها مشروع المليون ونصف المليون فدان لإنتاج الغذاء والتصدير وغيرها إضافة إلى تنمية الرئي وتبطين الترع والمصارف المائية لترشيد مياه الرئي ومساعدة الفلاح المصرية تقريبا نص الشعب المصري بتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بقطع الزراع فهللاقي المشروعات مشروعات لزيادة المساحة المنزرعة مشروعات لتعظيم إنتاجية الأراضي الأديمة مشروعات لإضافة القيام المضافة في المساحات المنزرعة هللاقي مشروع الدلتة الجديدة مشروع ريف المصر الجديد مشروع توشكة مشروع سيناء تعميل تنمية مناطق السيناء كل دي مشروعات تم تنفذها إجمالي المساحات بتاعتها ممكن تقرب من 5 مليون فدان جديدة بيتام العمل على استصلاحهم وتعميرهم بشكل كبير الحاجة الثانية أنه عندنا مجموعة أراضي قديمة بنعمل على تطويرها ورفع كفائتها من خلال مشروعات تحسين الري مشروعات تطوير الترع والمصارف مشروعات توفير التقاوي، استنباط التقاوي جديدة، نظم زراعية جديدة، الاهتمام بالبحث العلمي في قطاع الزراعة كمان مشروعات القامة المضافة لإعادة كبير جدا من المشروعات التي بدأت الدولة تعمل على تنفذها في الفترة الأخيرة طفرة في مشاريع الإسكان المتميز ومنخفض التكاليف بما يناسب كل شرائح ونقلة نوعية في القضاء على العشوائيات وبناء المدن الجديدة ونقل السكان إليها اكتشافات جديدة للبترول والغاز دخلت بها مصر مرحلة الاكتفاء الذاتي والتصدير الدولة المصرية نجحت خلال الفترة الماضية فهنا هي تعظم عمليات البحث والاسكشاف والتنمية بتوقيع أكثر من مئة اتفاقية جديدة تغلت على الانتاج بتخصيص مشروعات جديدة بالتزامات جديدة برفعة من قدر الانتاج الغاز اللي كان نزل إلى مدونة 3.6 مليار أدم غاز يوميا إلى ما يقترب اليوم من 7 مليار أدم مكعب غاز يوميا حصل تطوير كبير في معامل التكرير علشان خاطر نسد حاجة السوق المحلي من الانتاج المحلي كل البنزينات دلوقتي انتاج محلي مستعدة في أنه في نهاية 23 يتم إحلال السولار بصفة كاملة من الانتاج المحلي سواء اعتمادا على خام محلي أو خام مستورط لكن ما تستوردش منتج سولار نهائي هناك مشروعات كبيرة جدا لتوصيل الغاز للبيوت لإحلال البتجاز لأن البتجاز فطورة عالية جدا على الدولة تمثلت المشروعات القومية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنظرة إلى المواطن المصري البسيطة فكان مشروع حياة كريمة ليخدم 54 مليون مواطن هدفه تنمية وتطوير القرية المصرية وحياة المواطن بما يعزز المردود الاقتصادية للجميع العائد طبعا من هذه المشروعات بيعود على المواطن في رفع مستوى جودة الحياة احنا شفنا مدن جديدة مدن زكية شفنا وسائل نقل يعني كل الحاجات دي بتمس حياة المواطن وبيحس فيها وبيحس بالفرق الأحداثته هذه المشروعات في حياة المواطن ذروة هذه المشروعات القومية العملاقة تمثلت في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وما تشمله من أحياء سكانية وحي حكومي متميز ينتقل إليه نشاط الحكومة المصرية بالإضافة إلى المنطقة المركزية الاقتصادية بما يمثل نقلة نوعية في الحياة تعود بالفائدة على المواطن المصري والأجيال القادمة نهضة عمرانية كبيرة ومشاريع قومية عملاقة جرى تنفيذها وأخرى جاري تنفيذها في ظل رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدخل مصر عهد الجمهورية الجديدة شكري عبد الحميد لتلفزيون مملكة البحرين القاهرة مشاهدين يسرنا أن ينظم إلينا من القاهرة عبر الهاتف المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أهلا بك سيد الكريم يصعدنا كثيرا ما تواصل تحقيق جمهورية مصر من مشاريع تنموية تشمل جميع القطاعات الحيوية حدثنا عن هذه المشاريع الاستراتيجية ومهميتها لمستقبل مصر أهلا بك أستاذنا وأهلا بجميع أهل البحرين الكرام ومملكة البحرين الأخوة الأشقاء للمصريين جميعا الحقيقة المصر في العصر الحالي ومنذ قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي دخلت في تحدي كبير وهو تغيير وكه الحياة في مصر وهي عملية صعبة لو نعرفها كويس والأخوة البحرين كثيرا منهم مرتادي المصر بطريقة منتظمة ويقدروا يقولوا حصل إيه على مدار التاريخ اللي قبل كده وحصل إيه في خلال الفترة الماضية الحقيقة الاقتصاد المصري وأنا حركت شوية على الاقتصاد كان بيواجه أزمات شديدة جدا قبل ذلك وخلال الحطبة الماضية من سنة 2014 إلى الآن حصلت تفرة في الدخل القومي حصلت تفرة كبيرة في دخل الفرد وحصل مشروعات تنموية كبيرة جدا في جميع المجالات جراعية وصناعية وخدمية ابتدينا بالمرافق العامة في مصر التي كانت منهارة قبل ذلك كان الكهرباء للمصانع بتقطع على مدار اليوم فبقى بالك بالمساكن وكان الكهرباء في مصر لا تكفي الاستغلاك ولا السكني ولا الصناعي ولا الزراعي الآن ونحن نتكلم مصر عندها فائد كبير في الطاقة الكهربائية وتعمل خطط للربط مع دول كثيرة من ضمنها السعودية من ضمنها لبنان والأردن وحتى تصل إلى أوروبا الجنوبية زي اليونان مثلا وهذه الخطوط لتبادل الكهرباء في أوقات الزروة بين هذه الدول والفائد عند مصر ممكن تصدره في وقت عدم الزروة وتاخد بداله من في الأوقات الأخرى وهكذا كان عندنا نقص شديد في الطرق وكانت البضائع والبكاب نفسهم لا يستطيع التحرك في الطرق الآن عندنا طرق على أعلى مستوى عالمي بتخدم جميع المناطق الإنتاجية والسكنية أنا قبل ما أخش سناط في التأريد بيقول على النهضة العمرانية والتشهيد والبناء وديد وحدها حاجة تحسب بشدة للفترة الحالية بلا شك هي نهضة شاملة تشهدها جمهورية مصر العربية في جميع القطاعات الحيوية كما أشرت سعارة المهندس بالحديث عن العلاقات البحرينية المصرية شهدت هذه العلاقات تطور ملحوظ على الصعيد الاقتصادي والتبادل التجاري كذلك وهو ما تؤكد عليه جملة من البرامج والمبادرات والمشاريع كذلك حدثنا عن هذه العلاقات الاقتصادية بين البلدين تسمح لي سأخش في الخصوصية جمعية رجال الأعمال المصريين هي متأخية مع جمعية رجال الأعمال البحرينية وكان هناك وفد كبير من رجال الأعمال البحرينيين بيزور القاهرة في شهر نوفمبر الماضي وأخذ جوالات كبيرة في حتك كثيرة من البنوك لمحافظ البنك المركزي للعاصمة الإدارية لجميع القطاعات المصرية وذلك بغرض تبادل الخبرات وتبادل الاستثمارات وهناك مجلس أعمال مصري بحريني مشترك بين الجمعيتين وهناك وفد من رجال الأعمال المصريين سيزور البحرين إن شاء الله في شهر نوفمبر القادم ونرتب هذا مع الجمعية الاستثمارات البحرينية في مصر تمثل قيمة للاستثمارات في مصر وإن كنا نأمل في مضاعفتها وهي تتركز أساسا في الاستثمارات المالية في بعض البنوك أساسا وشركات الاستثمار وهكذا وأيضا في الصناعة والزراعة وتشمل هذه الاستثمارات حوالي 3.5 مليار دولار أمريكي في 216 مشروع بحريني بيشتغلوا في مصر بنحاول أننا نربط البرصتين المصرية والبحرينية بحيث يشتغلوا مربطين مع بعض حتى يتم تبادل المنفعة وبنحاول زيادة الاستثمارات البحرينية ونحن نعرف أيضا أن البحرين عندها مقدرة كبيرة في بعض الإقطاعات الصناعية زي صناعة الأدوية وخلافه فهناك تبادل كبير للمصالح بين الطرفين ونأمل بما أن العلاقات السياسية بين الدول وخصوصا بين الرئيس السيسي وفقامة ملك البحرين وصلت لهذه المرحلة أن تنعكس على الاقتصاد في البلدين إن شاء الله نعم شكرا لك من القاهرة المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين شكرا جزيلا لك مصر التي في خاطري وفي فمي أحبها من كل روحي ودمي يا ليت كل مؤمم بعزها يحبها حبي لها بني الحما والوطني من منكم ويحبها مثل أنا مثل أنا نحبها من روحنا ونفتديها بالعزيز الأكرم من عمرنا وجهدنا من عمرنا وجهدنا عيشوا كراما تحت ضل العالم تحيا لنا عزيزة في الأمم أحبها لضلها الضليل بين البروج الخضر والنخيل نباتها ما أينع مفضدا مدحبا مدحبا نباتها ما أينع مفضدا مدحبا ونيلها ما أبدع يختال يختال ما بين الربا يختال ما بين الربا عيشوا كراما تحت ضل العالم تحيا تحيا لنا عزيزة في الأمم عيشوا كراما تحت ضل العالم تحيا لنا عزيزة في الأمم نباتها ما أينع مفضدا مدحبا ونيلها ما أبدع يختال ما بين الربا يختال ما بين الربا مستمرين معكم مشاهد الكرام من خلال هذه الحلقة والتي نحتفي من خلالها بزيارات فخامة الرئيس عبدالفتح عبدالفتح عزيزة السيسي إلى مملكة البحرين ولقاء أخي جلالة الملك المعظم وهي فرصة الاستذكار والحديث عن العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين إذن تفاهمات اقتصادية بالجملة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ورؤى ذات أبعاد شمولية تعي متطلبات الحاضر وتقرأ ملامح المستقبل المشرق بالشكل الذي يحاكي الصور النهضة والرقي بما يتناسب مع مكانتهم الإقليمية والدولية في إطار السياسة الحكيمة التي ينتهجها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتح السيسي للأخذ بيد بلديهما نحو مزيد من الاستقرار والرخاء نتابع علاقة تجارية مشتركة تدعمها رغبة الطرفان في الحفاظ على رونقها والبناء على ما تأسس من روابط الأخوة والعمل الثنائي المتحد الذي تتعاظم أهدافه في سبيل رفعة ونماء البلدين الصديقين تفاغمات اقتصادية بالجملة ورؤى بأبعاد شمولية تعي متطلبات الحاضر وتشتهد مستنيرة بقوام عزمها وبقوة شكيمتها لرؤية مستقبل أكثر توخجا ينهض بمنامة التاريخ وبقاهرة المعز إلى أبعد ما يمكن تخيله من صور تتنوع فيها ملامح النهضة والرقي بما يتناسب مع مكانتهم الإقليمية والدولية وعراقة تاريخ شعبيهم الصديقين في إطار السياسة الحكيمة التي ينتهجها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يداً بيد إلى جانب أخيه رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي للأخذ بكيان بلديهما نحو مزيد من الاستقرار والرخاء تبادل رحب في سماء عالم المال والأعمال يزيد مداه أكثر فأكثر مع كل عام وتفعيل لأوجه التعاون الثنائي بقواصمه العظيمة من خلال إطلاق متنوع المبادرات الكبيرة النافذة إلى عمق المجال الاقتصادي لزيادة حجم الاستثمارات والتبادلات التجارية بين مصر والبحرين على صعيد عديد القطاعات الحيوية النفطية وغير النفطية من باب الاستفادة الشاملة من جميع المقومات الاقتصادية الكبيرة في البلدين لدفع منظومة التنمية في كل منهما مائتان وستة عشر مشروعا استثماريا بحرينيا في مصر برأس مال يصل إلى ثلاثة مليارات ومائتي مليون دولار أمريكي لتحتل المملكة المرتبة السادسة عشرة في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري وتحديدا في قطاعات التمويل والإنشاءات والصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفي ذات الإطار كان قد أبلغ حجم التبادل التجاري للسلع غير النفطية بين البحرين ومصر في العام الفائت ما يزيد على مائتين وتسعة وسبعين مليونا وخمسمائة ألف دينار بحريني ومن جانب آخر أعلنت جمهورية مصر العربية عن عزمها لإنشاء محور تجاري مباشر بينها وبين مملكة البحرين لتوفير احتياجات السوق البحريني بصفة خاصة وأسواق دول الخليج العربي بصفة عامة من السلع والمنتجات الزراعية والغذائية المصرية والمتوافقة مع الاشتراطات والمعايير المعتمدة بمجلس التعاون الخليجي وذلك ما يظهر رغبة القاهرة في تعزيز أواصل التعاون الاقتصادي وزيادة معدلات التجارة البينية مع المنامة خلال المرحلة القادمة لتلفزيون البحرين محمد رشيدات إذن مشاهدنا نوصل حديثنا في الستوديو مع ضيوف الأعزاء سعادة السفير عندما نتكلم عن علاقات البحرينية المصرية تتبادر للأذهان تلك الصورة المشرقة حولها طبيعة هذه العلاقة وأيضا نستذكر المواقف بين البلدين وكما تفضلت ما أكد عليه قيادتي البلدين بأن الأمن المصري تجزى من أمن البحرين والعكس كذلك وقالبا ما تتعرض البلدين لذات التحديات على المستوى الأمني على المستوى السياسي ولأن هناك أيضا شراكة وثيقة في سبيل التقلب على مثل هذه التحديات ما مدى تضافر الجهود بين البلدين في سبيل تجاوز مثل هذه التحديات اللي قدر أقول لسيادتك هو أن التعاون مستمر كيفما ذكرت وتعزز كثيرا جدا على مدار الثماني سنوات الأخيرة في مواجهة كافة التحديات التي تتشابه يعني ما بين البلدين وأعتقد أن من ضمن التحديات هي أيضا يعني كافة ما تفضلت ذكرت سيادتك يمكن تكون التحديات اللي ممكن يكون لها بعد سياسي أو إقليمي ولكن دعني أؤكد على أيضا تضافر الجهود في مواجهة التحديات الاقتصادية لأن كل مشروع اقتصادي مشترك ما بين البلدين هو بيوجد فرصة عمل بيزيد من داخل المواطن بيزيد من الصدرات وميزان التبادل التجاري لو مشروع يتعلق بخدمة معينة أيضا بيحقق نفس الأهداف فالتحديات الاقتصادية أعتقد يعني هتكون ذات النصيب أو لها نصيب كبير إن شاء الله في اللقاء اللي جاي على أساس أن لابد يعني من تقييم النشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري وطرح محفزات جديدة وأخرى للبناء عليها وللمساعدة في مواجهة هذه التحديات نعم أسعد سافير كيف تنظرون اليوم لمستقبل العلاقات البحرينية المصرية؟ يعني أنظر طبعا بنظرة تفاؤل كاملة نعم بنظرة اعتزاز بنظرة حرص شديد على الاستمرار في البناء على ما تحقق والناظرة الأخيرة أو الركن يعني أو الجزء الرابع هو استمرار في بدل الجهد نعم يعني دي عناصر الرؤية أو مربع الشاشة نعم اللي أقدر يعني اسمح ليسألك أيضا هذه السؤال سعد السفير يعني خلال فترة عملك ما الذي شاهدته في مملكة البحرين يعني دا تحدثنا عن شعب مملكة البحرين يعني وحبه وتعلق الشديد بجمهورية مصر العربية كيف وجد ذلك؟ يعني طبعا هذا سؤال جميل جدا يعني أنا عايز في حلقة يعني عشان أبتدي أجاوف فيه لوحده لا طبعا أنا يعني تقييمي شديد الإيجابية خاصة أن كان لي خبرة عمل سابقة نعم في مملكة البحرين من 2003-2007 كان مستشار ونائب للسفير لذات الصفارة التي أشرف برئاستها نعم فعناصر الرؤية طبعا أو عناصر التقييم إيجابية بشكل كامل أو بشكل مئة في المئة أولا كل يعني أبناء أو بنات الشعب البحريني الشقيق بنعتبرهم أو زيان بنور في مصر شعب شغيل شعب طموح شعب يعمل شعب يطرق كل مجالات العمل ويستفيد من كل الفرص الطيبة التي توفرها يعني حكومة مملكة البحرين بتوجيهات جلالة الملك وبرعاية طبعا وتنفيذ سمو وليل أحد النقطة التانية التطور الكبير في قطاعين خدميين شديد الأهمية للمواطن البحرين قطاع الصحة قطاع التعليم تأكيد عفوا نعم أنا بسبب أتوجه أيضا لذات في نفس السؤال لأستاذ أحمد يعني ما وجه التشابه بين الشعبين يعني من ناحية الصفات من ناحية القيم المشتركة التي تجمع بين شعبين البلدين يعني لا تجد هناك بحريني أو بحرينية يقلوا قلبهم من حب مصر وأعتقد العكس صحيح أيضا هذه أمور ربما لا تقاص في علاقات الدول ليست لديها يعني مقاييس النقيس المحبة والمودة بين الشعبين وهذا ربما تشعر أن أيضا متوارث هذا الأمر متوارث طبعا جيلا فجيل يعني أنا أتشارك مع أخي سعد سفير ياسر شعبان بنظرة التفاؤل للمستقبل تحت رؤى سيدي صاحب الجلانة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتحت توجيهات أيضا سيدي صاحب اسم الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في أن إن شاء الله نكون دافعين أكثر بالتنسيق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية للمزيد من التعاون وفتحه للمزيد من آفاق التنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين نرحب بضيف البلاد الكبير فخامة رئيس جمهورية مصر العربية سيد عن فتاح السيسي وربما لسان حالنا يردد مع أشقاء المصريين تحيا مصر نعم بفعل تحيا مصر وهذه الزيارة نعود ونذكر بينها فعلا زيارة عزيزة ومناسبة نحن نحتفي من خلالها بالتأكيد التطرق إلى الحديث عن العلاقات من مفهومها الدبلوماسي من مفهومها السياسي والرسمي لكن في نفس الوقت نحن نحتفي ونعتز كثيرا بهذه العلاقات التي تجمعنا والتي تعدت أيضا المفهوم الدبلوماسي بيننا وبين جمهورية مصر العربية المتحدة وأنا شكر لكم تواجدكم معي في هذه الحلقة شكرا لك سعادة السيد ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين والشكر موصول لك أيضا السيد أحمد الطريفي رئيس قطاع الشؤون العربية بوزارة الخارجية شكرا جزيلا لكم شكرا على تواجدكم معكم إذن مشاهدين الكرام هذه الزيارة تعد مناسبة عزيزة تؤكد على عمق ورسوخ الروابط الوثيقة التي تجمع المنامة بالقاهرة ولطالما اعتبر البحرينيون مصر بلدهم الثاني فهي تحتل مكان كبير في قلوبهم ودائما ما تحرص البحرين حكومة وشعبا على تقوية هذه العلاقات بشتى الطرق والوسائل لترسم لوحة عنوانها الدائم مصر والبحرين الرؤية الموحدة والمصير المشترك وفق الله تعالى جهود قيادتي البلدين وسدد على طريق الخير خطاهم وعانهم على ما فيه رفعة وتقدم وازدهار البلدين والأمتين العربية والإسلامية وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة مشاهدين شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة